مئتان وسبعة وثلاثين سنتيمترا جعلت من فيض العساوي أطول رجل في العراق والوطن العربي وثاني أطول رجل في العالم حظت قناة التغيير بوقفة مع ممشوق القامة المميزة الذي دخل بوسوعة جينيز للأرقام القياسية عام 2007 ويتنافس على أن يكون أطول رجل في العالم في المسابقة التي تقام في دولة قطر قريبا دخلت موسوعة غنسة وقام القياسية العالمية من عام 2007 حصل على خمس شهادات من غنسة العالمية كنت أطول رجل في العراق وبعدها حصلت ثاني أطول رجل في العالم وحصلت على أطول رجل في الوطن العربي المسابقة الأخيرة في 2020 اللي صارت بدوي أنطوني على أساس أخذ أول رجل في العالم من بعد التركي اللي هو سلطان قوشمي بغطوله 241 بس الأصوات كانت لي قليلة في اليوتيوب التركي حصل على المركز الأول وأنا ثاني أطول رجل في العالم وإن شاء الله يمشارك بمسابقة أطول رجل في العالم الذي يستقام في دولة قطر في الشهر السابق يوم 11-7 لهذا الطول محاسن ومساوئ وأبرزها التنمر من قبل ضعاف النفوس والذي رد عليهم العساوي إن كنت تعترض على ما أنا عليه فوجه اعتراضك للخالق ويمضي ليتابع طريقه بروحه المريحة الإنسان إذا رادي غير حياته يستحمل الكلام ويتحمل المعاناة وتحمل الفقر والحمد لله أنا من صورة أصير مشهور حالي حالي المشاهر في العالم حاولت أن أكون أتحمل صارت عدة روحة رياضية أتحمل كلام الناس اللي يأخذ صورة يذب لك كلام أنا هاي بالله أستقبلها بروحة رحابية وتعودت عليها حسا اللي يشوف هذا شطولة شوف هذا كذا مرة واحد هاي زينة يعني من واحد يقول هذا شطولة ننبأ لها واحد يقولي شنو هذا الطولة العيبة قلت لت تتحشي على الخالق لو على المخلوق إذا تتحشي على الخالق لتتحشي أن تكون مميزا في هذا العالم هو شيء جميل لكن الأجمل مساعدة المميزين الآخرين وحثهم على كسر الحجز النفسي وممارسة حياتهم بصورة طبيعية وهذا ما دأب عليه فيض العساوي لمساعدة الآخرين لقناة التغيير سعدون السلطان كاركوك اشتركوا في القناة